فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل تقول ظهرت عادة بين بعض الأسر في الأفراح بأن يحضروا دفترا ويضعون فيه صورة للعريس والعروس ويطلبون من الحاضرات كتابة تذكار في هذا الدفتر كتابة تذكار وعندما رفضت الكتابة ألزموني ووصفوني بأنني متشددة فما حكم هذا العمل وهل هو من عادة النصارى في كنائسهم هذا من فعل المحرم لأن التصوير حرام تصوير في حد ذاته حرام وكبيرة من كبائر الذنوب تصوير المرأة وهي متزينة وقد تكون سافرة هذا منكر آخر شر آخر وهذا ابتكار عادة لم تكن من عادات المسلمين هلا يجوز العمل هذا وأنت على حق في إنكارك ولو أنهم سخطوا عليك أو نعم